جامعة الإيمان من أراد أن يعرف منهج الشيخ عبد المجيد الزنداني ونتاج الشيخ عبد المجيد الزنداني هي جامعة الإيمان الشيخ عاش حقبة مجاهدا وعاش حقبة في هيئة الإعجاز هناك في السعودية لكن ثمرة جهده ونتاج علمه هي جامعة الإيمان وأنا أقول لمن يريد أن يعرف باختصار كنا في قريتنا أو في المكان الذي نحن منه خمس قراء والله خمس قراء نصلي الجمعة عند فكيه يبلغ من العمر ثمانين سنة فإذا مرض الفكيه علي محي الدين رحمه الله نصلي كل الخمس القراء ظهرا لا يوجد خطيب يخطب بالناس ما في خطيب بفضل الله عز وجل ثم بفضل الشيخ عبد المجيد الزنداني أصبح تلاميذته يغمرون اليمن لا لا أقول كل اليمن بل ملأ سمع الدنيا وبصر الدنيا من خلال تلامذته فإن شئت أن تسأل فاسأل إلى المراكز العلمية التي في شرق آسيا من الذي يقوم عليها غير تلامذة الشيخ؟ ولو شئت أن أسمي الآن لسميت لكم العشرات من الأسماء من من يمسكون المراكز الإسلامية من شرق آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كل مكان هذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل الشيخ عبد المجيد الزنداني نم يا شيخ فوالله ما مت وما ماتت فكرتك ولا ماتت دعوتك والله أن الأعمال تأتي إليه تترى وهو في قبره وتلامذته لا يبرحون يدعون له ووالله لقد قلت غير حانث ولا مبالغ ما رأت عيني في التأريخ الحديث أعظم ولا أجل ولا أسمى مكانا من الشيخ عبد المجيد الزنداني أسأل الله أن يتقمده بواسع رحمته